مرحبا فيكم حبايبي برج الجدي خلينا نشوف الطاقة العامة لإلى كيف حد تكون هذا الشهر انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار فطاقة حلوة برج الجدي كمان ما ننسى إنه كان تعبان يعني شعارفة كتير الناس عم بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الأبراج فبدنا نصبر خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوي عن العاطفة رح تروح يمكن أنت والحبيب على حفلة معينة أو يمكن تلتأ وشغلوا موسيقى مش عارفة وترقصوا عليها زي ما هو بالصورة على فكرة في هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح كل واحد ورا مفتاح فمبين إنه كل واحد عارف مفتاح التاني وكأنكم إلكم فترة طويلة عم بتكون مع إنه هاي فراقة مش عاطفية بس بيّنت فيها العاطفة بشوف هون تنين عم بيعشقوا بعض عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون عم بشوف مشاعر كتير داخل الصورة يعني مش بس صورة هي على علاقة ثلاثية بهرب منها أنا بهرب منها هي والطاقات السلبية بس ورانا ورانا حبايبي الطاقات عم بتكون قبل ما أنسى يعني الطاقات عم بتكون مائية ترابية نارية أكتريتها طبعا أنا بحكيه بيّن عنا بالجهتين مع إنه هاي مش قراءة عاطفية ولكن بيّن عنا إنه فيه بالماضي خلينا نقول أو ببداية الفترة هاي رح تستمر شوي العلاقة الثالثة أو الطرف الثالث بعدها رح يكون اللي هو أنت معاك مفتاح معين بجنب العلاقة الثلاثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار أو قربت كتير من الانتصار زي ما قلنا العلاقة الثالثة ما انتهت تماما رح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة ولكن الانتصار لإلك بجنبهم يعني ملاصق بعضكم عم بيغير عم بيغير مسكن أو عم بيغير بلد كان يحلم في هذا الإشي من زمان وهلأ عم بيتحقق أو إنه منزل جديد أساسا يعني مش إنه ما كان عندك يعني مسكن وصار في عندك أو كنت مستأجر قصدي وما كان وهلأ صار في عندك بيت أو عم تنوي على هذا الإشي عم تشتغل عليه فعم بشوفه بإيدك المفتاح هذا أو ممكن يكون مفتاح سيارة أو مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون شي حلو كتير بشوف هون فيه جنون بالحب فيه تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة يمكن يصير فيه عناق يمكن ما بعرف يمكن تعبروا المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته بس إنه رح يصير فيه تعبير كتير بالحب رح تكون المشاعر متبادلة وهي أساسا متبادلة رح تحاولوا إنه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي ناس اللي سافرت أساسا أوريدي من برج الجدي ما توفقت إذا كانوا سافروا بأول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا أنا بقولهم أصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد فما تخافوا أو كزا لا شايفيتك معلق موضوع يمكن أنك الرجوع للشغل معين أنت تركته لبلد معين فيه ببالك شي كبير مصيري أو الرجوع للحبيب ولكن معلقه يعني تاركها على ربنا وكأنك أنت يعني حاط زي ما بقوله حاط اجر ورا واجر قدام عم بتحاول أنك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايدي يعني ممكن يكون بشكل عام ما عم تقدر تسحرك هاي الفترة في أمور رابطيطك ولكن أنت جاهز جاهز للتغيير فيه تغيير في حياتك رح يصير حكينا عن الطاقات هذا بشكل عام الصحة طلعت عندنا حلوة كتير طيب نفتح اللي هو بأي ورق نفتح بهذا نشوف العاطفة كيف شكلها هاي الفترة مقلوب خليه مقلوب آه الكروت كلها مقلوبة بس هذا خليه مقلوب مش مشكلة ليش يجدي حاب تعود لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تعود لحالك في الباط بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله ينعزال بالموضوع حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بغض النظر عن الناس اللي منيح واللي مش منيح عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني دغري بتعصب على العالم دغري لا انا بقولك امسك عصابك هاي الفترة عم بتكون صعبة على كتير من الناس فامسك عصابك عبين ما يصير فيه ومبين انه فيه تغييرات حلوة لقدام شوف هاي ما احلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلعت كتير حلو لو هي مش مقلوبة شوف كيف قديش صعب الورقة كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة وكأنه بيقولك الورق انه شغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة اليك او كنت يعني حاسها انها بعيدة طبعا ان بحكي عالعاطفة اه فهي لأ ممكن تكون بين ايديك هون بشوف الطرف الثاني حاسس انه كتير تعبان كتير حاسس حال وضايع طول الوقت عم بيفكر فيك خاصة بفترة الليل يعني يمكن بفترة الصبح أو النهار بيكون عم يشتغل بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى انه يعرف أخبار كذا كمان في مراقبة من الطرف الثاني يعني برج الجدي كمان عندك نوع من الإدمان عم يزعج الطرف الآخر أو انت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر انك تتركه هاي الفترة مناسبة اذا كنت نهوي تترك إدمان على شي معين اما ما بقول يعني إدمان إدمان يعني ممكن يكون على اي شي مش دايما معناها اللي هو سلبي هون بشوف فيه الطرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأثر عم بيأثر أو عم بتفرج أو عم براقب أو عم بيحاول يعمل تغيير في حياتك انت والشريك ولكن لا ما عم بشوف إلو تأثير كبير ولكن انت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى بأي موضوع من مواضيع أي مجال من مجالات الحياة حابب تبعد حابب أنه خلص يعني تضلك أنت والطبيعة ما حدا حواليك يمكن تعمل ميديتيشن يمكن تحاول أنك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تأخذ إجازة من الشغل هاي الفترة والله يريت يعني لأنه شايفي فيه سترس كتير أنت يعني كان موجود عندك على صعيد العلاقة فيه كتير ناس الحبيب رايح لهم ولكن يعني زي اللي خايف زي اللي متأكد أنه أنت راح تصده زي اللي عمل إشي كتير كبير ما راح تغفر له هو هيك حاسس هو هيك حاسس في عقله الباطن أو في يعني جواته هيك حاسس أنه أنت ما راح تتقبل الموضوع هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة وجرح في الكلام ممكن القراءة تكون عكسية هون شايفي فيه تغييرات كبيرة راح تصير فيه فتحة فيه طاقة في حياتك راح تنفتح بشوف فيه شخص ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن أشخاص ممكن تكون ببراج هوائية أو نارية أو ترابية أكتر شي هوائية ونارية ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة لكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط على فكرة أنت شخص يعني ما يخفي جواتك أو يعني عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير رومانسية ما بعرف ليش ما عم تعبر عنها عم بتعبر بالعكس عن النقيد فأنا شايفيتك بتحب الشخص الآخر بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير على المشاق مش عارف ليش يعني الطرف الثاني بتهيألي طرف يعني يستحق فليش أنت عم بتعامل معاه بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تضبيط للأمور فيه تصحيح للأمور طيب ناخد آآ نصيحة لبرج الجديد نفس اللي طلعت قبل شوية مش عارفة لأي برج آآ اللي هو تستعين بالآخرين تستعين حتى أنت عم بتحاول أنك تعمل كل شي بإيدك حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر أنك أنت لأ أنه أنت قدها وأنه أنت ما عندك شي آآ بس لا بقول لك استعين خاصة في الشريك يعني ما في مشكلة احكي يعني وين الخوف ليش بتخاف تحكي أو ليش بتعبر عن عن النقيض يعني عن نقيض مشاعرك عبر عن نفسك زي ما هي ما في داعي لأنك تخاف أو مهما كانت عندك تجارب شوي سلبية في حياتك هذه نفس الشي بيقول لك بيقول لك مش عيب إنك تبكي البكاء بيحكي لك علاج للروح فابكي مو ضروري قدام حدا يزبك لحالك بس طلع مشاعرك ما تضلك يعني مضوط في الموضوع أي موضوع كان شوف بيقول لك يهتم في حالك أكثر أكثر ما تهتم بالأطراف الثاني خاص بكفي إنه عطاء 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 يعني حاولت آآ تعمل آآ أكتر اتوفر سبل راحة لحالك كأنه بخلان شوي على حالك يا برج الجدي مبارك إنه طلع لك هذا الكرت آآ هون بيقول لك إنه إنت راح تكون في يوم من الأيام آآ شخص ساحب سلطة هذا لا يعني بس إنه في العمل ممكن يكون على على العاطفة يعني إنك إنت تكون معاك السلطة إنت اللي تكون قوي إنت الكزا فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل إنت اللي راح تستعملها للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل ما بعرف على السوشيل ميديا أو بالحقيقة بس إنه راح يكون هادي طلع مقلوب آآ ها يلت طلع مقلوب إنت بتفكر طول الوقت بتأنيب الضمير بإنه إنت آآ خلينا نقول مذنب بس طلع الكرت مقلوب إنت مش مذنب لا إنت بالعكس يعني آآ فا بس كالعادة في علاقة ثلاثية مبينة في الكرت حتى هون بيّنت مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على القراءات يعني حتى بالنصائح بيّن عنه فأنا مش عارفه شكلي راح أجمع الكروت اللي فيها الطرف الثالث وأحرقها يعني أطلعها من الورق آآ المهم بيقول لك إنه إنت شاعر كتير بإنك آآ صح إنه بداخلك هادا الإشي ما بتطلعه كالعادة آآ ما بتطلع لجواتك بس إنت حاسس بتأنيب الضمير ناحية شي معين فبقول لك لا مام يعني ما تحس بتأنيب الضمير آآ ما بعرف شو الموضوع بس هي هيك كانت النصيحة حبايق وبرج الجديد بشتكم بشتراك